مشاهدينا في الأيام اللي فاتت انتشرت كثير من الأقاويل حول عدد من الأفاعي اللي تم رصدها في أماكن مختلفة بالكويت محد يدري من وين يات شنو مصدرها الأماكن اللي يات منها هل هي سامة أم لا ويدي يمكن عطوا تفسيرات لوجودها لكن للحديث عن هذا الموضوع معانا السيد أيمن الخضر رئيس فريق الحياة البرية حياة كلاستاد معانا أول ما قعت قلت أن بلاغين ياك من مدرسة وياك من مكان ثاني على وجود حياة اليوم ساعة ثلاث ونصف تقريباً ياني بلاغ أن في حياة لكن لا يعرفين نوعها شنو تصل على وزارة الداخلية طبعاً وزارة الداخلية ليس مختصة بهذه الأمور حتى لو هي من خشب مكان ما لا تعرف يعني تقتفي أثر الكائن هذا مواطن يخاف بدقاء الداخلية وللأسف أني لقوها في مدرسة أنا حضرني اسم منطقة الجهرة بالعيون مدرسة اسمها علي الخليفة الخبر باتر رح ينزل على قناة أعتقد أمو على قناة على جريدة الرأي لأن الخط برياني عن شذا الآن يعني بيخافون له هل ما رح يودون عيانهم باتر وهو الخبر الشي شي رح ينزل باتر وفيه بلاقة ومسجل بالعمليات وزارة الداخلية تسجل بس ما أدري هل فيه تفاعل مع الجهات الثانية المختصة اللي مثلا هيئة الزراعة والترو السمكية من قبل سنة همن في حياء لقوها أو لا أعفوا مو سنة قبل سنتين في مدرسة ببيان وما خلا أحد ما يول هيئة العامة الزراعة ما لقوها يابوا همن وزارة الداخلية ما لقوها البلدية آخر شيء أي سوى يابوا لهم واحد يقرأ تخيلوا صلاة المرحلة والله العميل هم يطلعيني حي قالوا معتقدات قديمة وقالوا يقرأ علىها يمكن تطلعوا ما هناك فايدة توصلوا عن طريق أشخاص قالوا يمكن يفيدكم هذا الشخص وعطواهم رغم فعلا طلعنا أولو المدة يمكن يوم ونص آخر شيء لقائنا جذع في الشارع قديمة ميتة الصور موجودة لا زلت محتفظ فيها بالتليفون فيها فتحة وقائنا الحياة داشة داخل والحمد لله الحياة طلعت من النوع اللي موسى لا موسى بالنسبة للحيال اللي لقوهم بالكويت طبعا طلعت أشعاعات كثيرة صحيح إنه سامة ونلقوها في السماد أو البيض في السماد وفقس نعم الموضوع هذا غير صحيح أنت تشتبعده بكل البعد نعم كأقلانيا يعني نتكلم نعم وكخبير أيضا أنا رئيس فريق الحياة البري أنا لي أكثر من تقريبا ثلاثين سنة في مجال الزواحف وخصوصا أني أنا كل اختماج لا أتدري كلمتها من قبل أنها أنتجت أفلام وهنا في فيلم بايعينها على تلفزيون الكويت نعم كان الفيلم الأول من نوعه في مدى غشقر بالوطن العربي على مستوى الوطن العربي والثاني عالميا من بعد البي بي سي إن شاء الله وخذ مركز يعني جدا ممتاز مدة الفيلم كان ساعتين لأنه قعد ستة شهور في مدى غشقر يتم تصوير الفيلم هذا يدرس الحياة عن حياة الشعوب وعن الكائنات اللي موجودة والمنقرضة والشفى منقرضة بالنسبة نرجع الموضوع أن الحياة النوع هذا طبعا موسام تكلمت فيها أكثر من جه جهة عطت معلومات صحيحة وجهة عطت معلومات ضعيفة وجهة عطت معلومات غير صحيحة كل جهة تكلم عنها بشفافية نبي الزبدة هم موسامين اللي قال إن السماد كان فيه بيض وفقص بيض وانتشرت الحياة لنفرض الكلام صحيح بيض الحياة بالذات إنه هذا اللي هي آكلة الفيران تقريبا طولها متر متر وشوي البيض اللي تبيضها تقريبا فيها ثلاثة أو اثنين سنتي ونص يعني شنون فقصت من البيضة بيوم وليلة صارت متر هذا الكلام طبعا صح لا مستحيل لأنه أول ما تفقص تقريبا فيها أقل من شبر تقريبا فيها خمسة أو ستة سنتي متاخذها سنين على ما توصل كان ممكن يعني نستكشفها صغيرة يعني بحجمها اللي أول ما تفقص لكن إحنا قاعد نكتشف مثل ما أنت تقول حياة متر متر ونص اللي تم اكتشافه مظل أكبار عمور مفوض سنتين وثلاثة وارضع شون وصلوا في رأيك الحياة هم أنواع وعالم يعني مو سهل الذات اللي ديش عالمهم عالم جدا معقل اللي شفت هذا موجود ببيئتنا ولا يعني من برد لا يشوف في حياة اللي تم تصويرهم نوعين في نوع واحد اللي على خط السريع بس ما كان التصوير واضح نعم يرجح لي أنه نوع من الكوبرات أو نوع ثاني بس مو متأكد لأنه التصوير ما كان واضح كوبرة شابه عندنا الكوبرات وهذا اللي بوصل لك نحن عندنا نوع من الكوبرات تسمعنا الكوبرة والشذابة ولكن ضعيفة تسميها ما تأثر على الإنسان تأثر على الفريسة لأنها تشذابة وليس سموها الكوبرة والشذابة لأنها تفتح لرقبة نفس الكوبرة وتوقف نفس الكوبرة ولكن ما لها علاقة فاصلة الكوبرة وموطنها الكويت هنا يسمونها بعيونة ويسمونها الثعبان العربي ما لها علاقة نعم الثاني اللي لقوها عند الدريشة واللي ذبحوها صوب أعتقد البحر أو شيء أنا ما أدي لهم مكانها بالضبط هذه مسامة هذه مسامة ما يحظر يسمها بالضبط أعتقد أنها يسمها بالإنجليزي الديادمة 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 هذه ما لها علاقة بالموضوع اللي كبروه يعني إنه سامة وإنه قاتلة وإنه ما لها علاقة ولكن وصولها حق المكان هذا بفعل فاعل واحد هي تتغذى على الفيران نعم وتتغذى على السحالي تتغذى على الصغار لطيور طبعا الحياة في منهم المائي أو البحري مثلا والبر مائي وفي البري نعم هذه برية والمكان اللي وصلت له قريب على البحر يعني ما لها علاقة بالموضوع اللي إنه متكاثرة في هالمكان هل ممكن نقول إنه مربين هذه النوع من الزواحف يمكن يحملوها تركوها مادري أنا قا حاول أفكر بصوت عالي إنه من وين قاعدت هي هذه الأمور هي من قبل كنت سمعت وسافة الأسد اللي منحاش طبعا فعل فاعلها دينا لأنها هي العمل بها يوم حطت القانون للأسف ما كملت الجميل هي ما عطت الناس فرصة اللي عندها يسلم بس بعد فترة الفلانية اللي عندها نخالفة ونسوي إذا لم لأسف سياسة تخويف عساس أن يسرعون في التسليم مفروض ولكن للأسف خاطوا الناس فرصة الناس خافت شافت الغرامة مبلغ كبير ولما يخاف يهدى عندنا السلة يهدى واحد يهدى على خط السريع واحد يهدى واحد يهدى ومن ببعنهم سافت الضبع على خط السريع كانوا وقال عليها رجال الوزارة الداخلية بيذبحونها واشو وحقنا عليها باخر لحظة بعدما وردنا بلاغ لقناها على خط الداري السادس الضبع ما بين صباح السان وبين مشرف وخبينها وكانت جدا وكانت من حاشة من واحد وكان مربيها بالبيت عندها وهي مروضة هي مسامة مستأنسة أي بالذات لكن للأسف هنا بالكويت يضعون قوانين ويمنعون قوانين مع أن القوانين هذه مسموح فيها دوليا مثل شنو الهيئة العامة للبيئة سنة من السنين قعدنا معهم حاجعناهم قاموا يصادرون أي شيء خاص الزواحف يعني عندك مثلا الإقوانة الإقوانة يعني مسموح في تداولها عالميا سوق الحمام كانت موجودة يسمح تداولها عالميا والساتس مالها مفتوح وما عندهم أي مشكلة رابع نهني بالكويت ممنوع ليش بس ممنوع من السنين قويلة وأنا عرف الصديق خاص عنده محل في ديسكفاري صدر وعنده كله وعطوا مخالفة ومخالفة لا زال محتفظ فيها مبلغ كبير نزل ليش ليش تمنعونه إذا أنتم وقعين معاهدة السايتوس وعايفين نظام السايتوس الممنوع والمسموح وهذه مسموحة دوليا نعم ليش تمنعونها عقب ما صادروها وصارت بيننا وبينهم أكثر من مرة يعني تواجهنا وتكلمنا معهم وحاجيناهم ومشكلة لأنتم عارفين السايتوس ونفس الشي عارفين السايتوس وقارينه عطوا الناس مجال ما حولتوا قضية الناس ما تريد مشاكل هم أخطاء أخطاء كثيرة من ضمنهم يمكن عندي صديق ينقال هاشم الصليلي اللي باع أغلى صقر بالعالم بمئتين وتسعة تلاف هم نرفعه على قضية ليش أن أنت بعت صقر وإنزان نحن أبانو أجدادنا كل عمر ما هذه يعني هي تراف بالنسبة لنا صحيح واخسروا القضية بالآخر بدأوا يهاجمون من الناس من كل جهة يعني اليوم أنا واحد من الناس اللي هاجمهم يمنعون أشياء مأسموحة الأشياء الخضرة الأشياء الخضرة سامحين فيها أو متقاضين عنها مثلا الفار الأبيض النرويجي متروس بسوق الحمام ليش سامح فيه أو ليش ما تصادره هذا من أخطر أنواع الأمراض يسببها الفار هذا الدليل المختبرات العلمية يسوي تجارب على الفار هذا لأنه لا يوجد مناعة ويلقط المرض بسرعة وخطر هم يبيعونها ويجدون عننا البيئة أن هذا ممنوع لماذا لا يحاول سنة اللي طافت لقيت شايب قاعد يبع لها كاسكو صادره أو بيصادرون يعطوه انذار وبهذره كاسكو قال وين أوراق السايتوس قال شون أوراق سايتوس قال هذا عندي أنا مفرخة بالبيت عن منتج عندي الفرق كان عندي بيض و هذا و كبر عندي فشون أيضا أوراق سايتوس يعني تفقص البيض مع أوراق سايتوس قال أنا كيف كتيب سايتوس وصارت له مشكلة مسكين وبحضوري وفي شهود على الموضوع هذا فللأسف لا يعامل لدينا البيئة يعني نفسها فتحين فوقها من الأسماك مرة قالوا الكهرباء والماء مرة قالوا الصيادين يعني أهم نفسهم معارفين يواجهون الخطأ على منهم والخطأ عندهم يعني إحنا كلنا نبي نبي ترشيد في مقابلة ما انتكلمت فيها عندنا وانتو بكرامل الكلاب افضالة نعم والقطط افضالة لو روح أوربا بالشوارع ما نشوف عند الحاويات تكرمون القطاوة ما معنى عندنا بالكويت بأوربا شي سوون إذا صادوا تكرمون الشلب أو القطو عشان لا يتكاثر يشلون الجهاز التناسل ويضعون لأصفر بدونه عشان إذا شفو يعرفون أن هذا لا ينتج ويجعلون يعيش يعني ما يصنون ضد الحقوق الحيوان يعيش لأن يموت بمعرفته ما هي الأخطاء التي تراها التي تمارسها هذه العمل للبيئة الأخطاء كثيرة يعني قبل يومين قاعدت همين مع شباب هم حطوا قانون منع الصيد معهم مو مشكلة منعوا الصيد وفتحوا بمواسم بس حطوا شرط تعجيزية مثلا صيد شنو صيد لطيور لأننا نشوف الصراحة مشاهد مؤلمة صحيح بس فلمينغو وشلون قاعد صحيح نعرف الخير يعني على قوتهم يخص والشر يعمل على الكل هذا يصيد نوع معين المسمح فيه ويأكله مثلا هذا يقتل ويترك أنا عندي وضد هذا أنا الشي والله العظيم يصيد مثلا عقاب أو نوراس أو جزيرة تكبر يشيل البيض نوراس وغالأشي هذي نحن كلها ضدها أكيد للا لكن أنت تمنع بشكل وتدخل موضوع ما يخصك يعني له شنو أنا رح أرفع سعر للطلقات النارية الفيشج قال هناك مواسم وأماكن لا عفوان هذا يخص وزارة التجارة أنت البيئة ليس علاقة برفع الأسعار الأسعار هذه تخص التجارة يعني هذا واحد من الخطأ الذي يكلموني محامين وما رح يسكتون عن موضوع هذا يقول إحنا يعني خالفات دولية وموثقة بالإنترنت والجوجل والفيسبوك ومعارفين وانتب كرام الناس الذين تعامل مع الحيمانات البنغال المثلا أنا الآن عندي محل 4 متر و3 متر في 5 متر حاط لي 500 ألف طير في صح كلام لماذا عشان تجارة لماذا ما تسمح المحل هذا حد 100 طير و50 طير وكلهم مقموتين داخل ويطلع بالشمس للأسش الكتاكيت الملونة أنا شايف طريقة تصويرهم شوني قنظونهم وينكم البيئة عنهم الثالثة القوارض اللي منتشرة الكل مكان من قبل شفنا أكثر من جهة ما باتتكلم فيها بالمخازن وبالمطاعم وينكم أنتم ما تحاربونهم حتى من أشهر الأماك والمطاعم بالكويت قاعد نلاقي فيها الجردي الكبير مهدود هذا يخص منه هذا البيئة تقول لك الزراعة زراعة تقول لك عند البيئة البيئة تقول لك وزارة الكربة والماء كل واحد بالضبط للأسف فيه شخص مو مناسب قاعد يمسك جهة مو مناسبة له يترك الموضوع الناس المختصة أو أكون أنا مسؤول ما بالموظف هذا يطلع بالصورة بدأ من المسؤول أنا أطلع بالصورة يأخذ فكرة الموظف المسكين اللي هو يشقوي ويتعف وهذا يطلع كل شيء باسمه وهذا المسؤول ما عنده فكرة عن الشيء اللي هو قاعد يسويه نعم أيمن باختصار وقبل لننهي شنو الطريقة في التعامل مع الأفاعي بما أنه موضوعنا الأساسي لو أنا مثلا أنا جربتها ويأخذ جربتها نحن عندنا فريق انتعامل مع أي بلاغ يوصلنا ومتكلمين من زمان معنا نحن أي جهة تبلغنا نحن نحضر وانتعامل بدل ما ينقتل هذا الحيوان إنه سام أو مسام نعم شنو يتوصل معك أيمن في أرقام نحن يعني أترك أرقام إذا تحبون اللي هو رغم 600 نعم 600 800 67 ممتاز 600 800 67 هذا الرغم ننتواصل معه معه أي شيء يخص البيئة بالعكس نحن مع البيئة مضد البيئة بإستقرام تويتر أنا حساب بالإستقرام أيمن 361 أو أيمن الخضر بالعربي هم النفس الشي كذب أو 361 بالإنجليزي نعم ففيه المعلومات الكافية بالنسبة البلاغات أختم ياك فيها أي البلاغات هذه اللي نأخذها فيه أشياء مو سامة تنقتلها شنو نتعامل ويهدب بيئت المناسبة حرام دول أوروبا عندهم حيوانات خطرة قاعد يحطون عليها بس نحن ربيعنا خطر بخطر يذبح مو عارف يعني إحنا أنا حاولت أسوي من قبل مركز حق إعادة وتأهيل وتكاثر أحيوانات الشبه من قرضة بالكويت مثل المتريم العربي مثلا الثعالب المنقرضة الثعالب الفنك القنفذ الأثيوبي فيه أشياء كثيرا قرضت عندنا اليوم محمية محمية صباح الحمد وانا مسكت رئيس الحياة البغرية فيها فترة محصن ولكن كل الأسف كلما أعطي فكرة فيه ناس كانت يقول لا دعنا انتكاثر بدأ منها محمية ومسكرة دعنا تنسوي إعادة وتأهيل وتكاثر أحيوانات المنقرضة مثل أرنب البري هذه كانت موطنة هناك الكويت يا جماعة القطة البري الوشق كلها انقرضت بسبب الصيد الجائر نرى بالمركز العلمي لا يرحنا فشوفهم للأسف بالمركز العلمي يا رحمن مجبل مطوع أبو عبدالله قاعد معه أنا أكثر من مرة وصديق قديم عزيز علي والله الماكل اللي حطين فيها الحيوانات مو مأهلة مو بيئتها للأسف يعني ما أدري شا أقول لكن أعطيك العافية أيمن حرارتك ومن بين وحلقتك على هذا الموضوع وانتمنى يا رب المسؤولين يأخذون هذا الموضوع بعين الاعتبار وانت بعد يعني خلك مستمر في حملتك الجميلة الصراحة والذي دائما يتكون يعني مع الحيوان منا لك كل التوفيق أنا حين طالب عندكم راح مع حدث حين البيت وصلني بجنوب السر أو منطقة طائح في حية بحفرة طائحة في حية وخايفين يتعاملون بس إذا ما الله خير بدأ ما يذبحون دقا وقالوا تعالوا تصرفوا يعني فريق الحياة البرية الله يعافيك يا رب